بعد أقل من عام اضطر إياد علاوي أن ينسحب من حزب البعث مع مجموعة من رفاقه بسبب اعتراضهم على سياسة البعثيين في السلطة لكن هذا الاعتراض جعلهم يفكرون جدياً بتنفيذ انقلاب جديد في عاصمة الانقلابات بالـ 64 ما قدرنا نتخلص من تهمة البعث مع العلمش أننا تاركينا أنا وزملائي لي تتركنا البعث بس صار ضغط علينا فقررنا أنه أهسن شيئاً نرجع إلى البعث ونسوي انقلاب بالعراق فاشتغلنا على انقلاب بالـ 64 تم اعتقاننا به بعد أن ننكشف الانقلاب من كان يقود الانقلاب هذا؟ كالعبت الكريم الشيخ لي كان هو أمين عام الحزب وهو المسؤول عن ترتيب التجهيزات العسكرية ولكذا واتحركنا باتجاه انقلاب تحقيق انقلاب عسكري واتقلنا به احنا كان اعتقال مهم ولجنة تحقيقية خاصة ولا تتحقيق معانا وكان اعتقال خطير هذا لأن تبتد تهمة القلاب وكانوا القومين العرب أو جناحا من القومين العرب هما سيطرنا على الدولة بقيادة عبدالسلام عارف وتعذبنا بتعذيب شديد يعني إلى أن تغيرت الوزارة وأجاء الله يرحمه صبح عبدالحميد صار وزير داخلية أول شيء الله عملها تسوى برقية أعفاء الوعثيين والمعتقلين منهم والشيوعيين فلهذا كان كان يعني هذا المرحلة انتقالية جديدة مهدت لقلاب الـ 68 قلاب البكر اللي يجه البكر الرئيس الجمهورية بالعراق اشتركوا في القناة